خلوني بقى أروح على النهاردة فخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي من صباحية ربنا طب الله بجد أنا بسأل سؤال هو الرئيس في رمضان كمان ما بينامش يعني الرئيس يدوب كان في السعودية طب اللي حق يرجع من السعودية علشان الصبح بدري يعمل أو يحضر فيه اختبارات أو جانب من اختبارات المتقدمين لتحكم الوظائف اللي أنا عايز أقولك عشان أنا الملاحظة دي بالنسبة لي مهمة جدا أنا ما ظنش ما ظنش أن إحنا من 52 لا مش من 52 بصراحة تقريبا من 1805 إحنا ما شفناش حد بيحكمنا بهذا النشاط ده واحد والمسألة مش بس متعلقة بالنشاط هي نشاط وإصرار حقيقي وإيمان كامل إيمان كامل لا يتزعزع ولا شك فيه وغير منقوس بأي نسبة من النسب المئوية المعروفة مهما كانت صغيرة بقدرات هذا الوطن وولاده وأنا أظن أنه ده الدافع الرئيسي وراء اللي إحنا بنشوفه من نشاط فخمة الرئيس على العموم الرئيس النهاردة زي ما كنت بقول لكم حضر جانب من الاختبارات الخاصة بالالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وديه بتعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية واللي بترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين واللي حققوا من نتائج أثناء تأديتهم لمراحل الاختبارات المختلفة إلى أن يصلوا إلى المرحلة النهائية بالإضافة لكل ده ورئيس بياشهد جانب من هذه الاختبارات بدأ يجري حوار مع مجموعة من المتقدمين يمكن حضراتكم تابعته ده شوية يمكن النهاردة على مقدار اليوم طيب الرئيس عاوز يسمع يعرف يفهم رؤيتهم وأفكارهم بشأن الوظائف اللي هما متقدمين للالتحاق بيه وكمان الجهود اللي بتحصل دلوقتي عشان نقدر نعمل تنمية حقيقية في كل قطاعات الدولة الرئيس أكد حرص الدولة على أنها تتبع المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل عنصر أفضل كادر بشري للوظائف العامة ليه؟ لأنه الناس تتقدم للاختبار بإذن الله تنجح تبدأ تمر بمرحلة التدريب والتأهيل الشامل اللي بيعده مجموعة من كبار المتخصصين من هنا يبدأ يتولى مهام عمله لازم هنا تقعد تفكر بصوت عالي إيه اللي يدفع رئيس دولة مش هقولك بقى عندنا هنا في مصر رئيس دولة أنه ياخد بعضه ويروح ويحضر جانب من الاختبارات ويبدأ يتناقش مع الناس ويشوف هما بيفكروا إيه وبيقولوا إيه كل القصة كلها إن كانت انعكاسا للشيء فهي انعكاس إلى اهتمام هي الدنيا مشية إزاي إحنا بنوظف الناس على أي أساس عايز أشوف الاختبارات طبعا أنا عايز أشوف المتقدمين طبعا أنا عايز أتكلم معاهم طبعا أنا عايز أراجع المعايير إلى آخره بالمناسبة رؤساء كتير في دول كتير وكبيرة ومهمة من الممكن جدا وبل من الوارد بل الواقعي أن يتركوا ذلك ممكن لا أحيانا رئيس مجلس الوزراء أو لا الوزراء المعنيين بالموضوع في حالتنا مثلا التربية والتعليم لكن الرئيس هو اللي راح إذن هو مهتم بالمناسبة حقه جدا إنه ما يعملش كده جدا ليه زي ما بقولك في كتير جوه الجهاز التنفيذي للدولة يقدروا يقوموا بهذه المهمة لكن ده اهتمام حقيقي اهتمام عميق وواقعي إذا كان رأس الدولة يريد ويصر إنه يطمئن على مجريات كل حاجة بتحصل في الدولة فعليك أن تطمئن لحكم هذا الرجل تطمئن يعني تستقر في نفسك وفي روحك هذه الطمئنينة لأنه مع كل الحب والاحترام والتأدير والتوقير بالمناسبة راجل بيهتم بأقل تفصيلة بل وبأصغرها فما بالك بيه الأمور الكبيرة اللي بتحصل فمصر حدودها خارجها إقلمها على الصعيد الدولي إلى آخره طيب